احنا راح ننتقل لضيفتنا من مصر بنرحب فيها النورين يوسف يسعد صباحك نورين كيف حالك نوريتنا وحديثنا راح يكون عن تأثير السوشال ميديا خواهي وصل على القسم بعض السعر اشتركوا في القناة اذا منرحب بي نورين وهي من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مصر وحب انها توصل رسالة سواء من خلال الصور او من الفيديوهات او حتى الكلمات عن الصورة النمطية والقالب المجتمعي المتعلق بالمرأة المطلقة صباح الخير نورين من اوريتنا يسعد صباحك نورين اذا بنحكي عن تجربتك بالسوشال ميديا حكيتيلي بالصدفة يعني الواحد بيفتح اكاونت او بروفايل شخصي بعدين اذا بيلاقي في قضية بتشده ممكن نروح لدرجة اعلى وهو موضوع التأثير المجتمعي فحتينا ليش وكيف صورتي تقريبا عندك اكتر من 200 الف متابع بس او انا بزيما قلتلك هي فعلا جات معي صدفة جدا في الاول انا كنت سايق اي ست انها بتطلع من طلاق او من تجربة بتوجع وتأذي كنت عايزة ان انا احس ان انا كويسة وان انا قادرة وان انا لسه وثقة في نفسي فدخلت الموديلينج في مصر فبقيت عارض ازياء ودي مش حاجة سهلة خلص في بلدنا او في العرب يعني موما انها تبقى متطلعة او عندها طفلة وديكب بدايتي في السوشيال ميديا وبعدين لقيت ناس كتير قوي بيتابعوني سنجل مومز ومتطلقين وبيلوني انتي مسالنا الاعلى انتي بتحسسين انها مش النهية وكلمين اكتر على الحاجات دي فحسيت ان انا دي حاجة وامباور ومن انا اعرف يعني نسها معيني في الحتة دي نعم فديكب بدايتي في السوشيال ميديا يعني نورين انتي القصة اللي عم تحكيها بتحكيها بلسان حال العديد من النساء ما عم نحكي عن فئة كتير قليلة لانه حالات الطلاق في ازدياد وهي صارت بشكل كتير مخيف يعني بطلنا نحكي عنها ظاهرة هي ظاهرة مخيفة فانتي امت حسيتي انه المرأة المطلقة تتعرض للظلم الظلم بالنظرة من الناس والظلم احيانا من المقربين امت حسيتي انه لا انا بدي احكي عن المرأة المطلقة لما بقت منهم يعني انا طول عمري عارفة ان احنا كبلد عربية بس مش مصر او حتة في بلد العربية عموما ان دايما ان ست المطلقة لأ بيتقال عليها كلام ما بيبصلهاش نفس البصة اللي بتتبصل البنات العادية بس لما بقت منهم وبذات ان انا طلق ايه كان محاكم فشفت بقى مش بالتراضي مش بالتراضي فانا شفت المحاكم جوه عاملة ازاي شفت ايه اللي بيحصل للستات وفي سنة صغير انا كنت خمسة وعشرين فخلتني احس لا انا محتاجة ان انا اتكلم عادة اكتر ان مش معنى ان واحدة متطلقة ده معنى انها قليلة او مكسورة نعم او فيها حاجة نقصة نعم بس بذات ان انا عندي بنت وحاجزة بنتي تكبر شايفيني مصال اعلى لها هي دي اهم حيان تاليا اللي خليليك اياها عمرها ست سنين قديش كمان خلينا نحكي الاهل اللي هم دور كتير مهم اذا انتو مش قادرين تتصالحوا مع بعض مش قادرين تتصالحوا مع مشاعركم اتجاه بعض ايش عم تعملي حاليا عشان تاليا بتجربة الطلاق تكون مستوعب اللي صار وايضا من خلال دورك على المواقع التواصل اللي انت كمان حتى كتير صور معها عم بتكون فاهمة الشهرة بعمر صغير تاليا لما انا يعني بحاول عد موضى ان كمان خلفتها في سن صغير فبحاول ان انا انا مش اكتب عليها لم تسألني سؤال على باباها بقولها الحقيقة انا بكتبش بس بحاول هل تتحدثي عنه بطريقة ايجابية قادرة لازم ما هي دي لازم اتكلم بطريقة كويسة لان اي حاجة حصلت بيني وبينه فدي بني وبينه وهو مو بدل ابوها بالضبط وهو في الاخر ابوها فانها انا 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 هبقى تمام وهو هيبقى كويس في الاخر اي حاجة انا هقولها بطريقة سلبية هي هتقصر على هي نعم فباخب بالي جدا من اللي بقوله قدامها ومنصرها تكبر فيهم وتعرف القصة بالضبط بس مش دلوقتي مش بس نعم في كان توجه لمشروع كتاب يمكن في موقف شجعك انه يصير في عندك حاليا كتاب من منشور على الفيسبوك بلسان طفل بخاطب والده اللي انفصل عن عنوالدته حتينا اكتر عن هالتفاصيل انا بكتب من ونة 15 سنة بس عمري ما خدت الكتابة يعني بكتب عادي فورقي عارفة لو طفلة وبعدين بعد ما انفصلت عن جوزي بدأت عملت بيج على فيسبوك وكنت بكتب عليها الحاجات اللي انا كنت بكتبها وفيه فعلا بيس قطعة من اللي انا كنت بكتبهم كانت بنت بتحدث باباها بقدي انت هتندم لما انا اكبر ومش هتلاقيني في حياتك يعني كنت بفروضت فوق من بقدري بس انت ما فوقتش فاب ببعث لي وسألني ان هو انا اللي كتب الكتعة دي وقدي ايه هو الكتعة دي فوقته شوية انه يحس نلقته بطلقته علشان ابنه يعني اثر بحياته بشكل مباشر بسانب حتة حاجة كتبتها فطبعا شجعك انه تلملمي ممكن افبارك وتخرج على شكل كتاب ايضا من الوقفات المهمة يعني نورين بحب احكي عنها ممس بلانت ايجبت قديش كبير عندك الجرؤة كان انك تشاركي بمسابقة خاصة للجمال اه لا اه انا دي اول مسابقة جمال اللي عرفه في العالم بتقبل ام او متجوزة عادة فيه شروط انه ما ينفعش تبقى متجوزة ما ينفعش تبقى مخلفة ما ينفعش تبقى سن معين فحتى لما نزل اخبار عندي في مصر كان الهيدلاينز بتاعتها ان اول ام تبقى ملكة الجمال ودي كانت اكتر حاجة بالنسبالي مفرحاني ان انا بنتي شايفاني على الستاج شايفاني ان انا وقفة وبقدم بلدي وبفخر وامه ومتطلقوا عادي ومش ناقصني حاجة هذا اهم من النجاح نفسه باللقم من الكسر في هذا الحاجز عم نشوف بعض المشاهد من ايضا شوفنا مثلا اللقطة القابلة عن فوتو شوت وعم نشوف الفوتو شوت اللي عملتي بفستان فرح وحبيتي تواصلي كمان رسالة من خلالها اه ده كان فستان فرحي بجد ده فعلا كان فستان فرحي وكنت مستعملة الفوتوغرافر بدأ يرسم كلام على جسمي انا مش مكسورة انا مش كسر زيرو انا مش ساكن هند انا مش غالبانة انا ملكة فاخر صورة في الستوري بورد ان كل الصور انا مكتوبة علي الكلام ده واخر صورة انا بسالتاج بدايعي وانا ملكة الحاجة دي ما قصرتنيش وما بتكسرنيش دوزن دفاينمي هيا مش دي لا هتحدد انا ايه ومش عايزة حد يشوفني بالطريقة دي لان مش هي دي الحقيقة دائما منحكي انت بتعرف اسمي بس ما بتعرف قصتي بزاف بتعرف انه نورين مطلقة بس ما بتعرف ايش كان في هذا الطلاق قديش بتحسي البلاتفورم ومنصات التواصل الاجتماعي بالفعل مؤثرة احنا منشوف كتير مؤثرين بس منروحوا شوي للتأثير السطحي مرات في القشور الشكل اللبس لكن انك انتي تخلي واحد يرجع يفكر بموضوع انه انا ليش هيك بتطلع على المرأة المطلقة اللي ممكن تكون هي ظلمات بتفاصيل القصة قديش بتحسي هون عن جد احنا منستفيد من اشي اسمه عولمة وعالم واحد وصوت واحد يعني انتي قصتك مش بس في مصر بعدة دول بعدة فئات عمرية عم بتتابعك لا وبالذات كامل لما دخلت المسابقة بتاعتميس بلانت انا بقيت بعرف بنات من كل العالم نعم فحتى لما بنزل صور او كوتس او حاجة من الحاجات دي ليهم بالانجليش هم بفهمين وبيبقوا متفقين حتى معين بيبقوا مثلا استرياليا وبلاد بقى وامريكا فيه لغة عالمية اللغات المرأة اللغات المرأة اللغات المرأة فهم فهمين حتى لو هم مش من بلاد عربية فهمين بتتبص ازاي فلا طبعا سوشيال ميديا لو تأثيرك فعلا كويس وعندك رسالة توصليها للناس فدي حاجة بتفيد كتير وبرضو في نفس الوقت فيه انترتينرز كتير دي حاجة برضو كويس مش رازم كل حاجة تبقى جد 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 طول الوقت يعني بين الترفيه وبين الروسة بتوصل الصوت الناس نورين اللي بتنتقدك بتحكي اه ما هي هلا عم تعمل موديلينج عشان هيك اتطلقت هاي موجودة في التعليقات كيف بتردي شو بتحكيه فيه حاجات ما برضش عليها على حسب هي مستهلة ولا لا فيه ناس بتسأل اسئلة اللي هو والله كل واحد بقى ودماغ وتفكير لانا مش هقدر ابسك كل الناس والله هردي كل ازواء من كل واحد لي حكتوا فيه حاجات كتير قوي انا مش بركز فيها بركز على الكويس اكتر لان هو ده اللي فريق لي هو ده ده دي المزج بتاعتي صحيح بالنسبة للطفل تكتاليا موضوع برضو تعريضها للشهرة عبر السوشال ميديا هل كان فيه اعتراض من الجانب الاخر والدها هل انتي برضو عم بتخليها توعى لما بدأ انها تتعرض لمختلف انواع الاذواق والانتقادات والتعليقات وممكن تكون ايجابية بوسي يعني انا انا بحترم قوي اللي بيعملوا اكاونت لاطفالهم من هم صغيرين على سوشال ميديا انا مش عاملة كده لتاليا تاليا بتظهر معي بس لكن اعمل لها اكاونت ويبقى لها انستجرام بتاعه لا بدري بدري مش عشان فيه عيب بس بدري ان انا عايز تاليا تعيش تفورتها وتعيش براءة اطفال من غير الايبادز واللابتوبس والحاجات دي عايزات تاقي طفلة صحيح الحمد لله لا صوفار ما حصل ليش ان حاجة جدت على تاليا بالعكس معظم صوري اللي بتاخد ريتش عالي قوي ولايكس كتير وكل ده الصور اللي فيها تاليا لان هي دي ده الكور بتاعي هو ده اللي مخلي محور حياتك بالضبط فالناس دايما اللي بيبقوا عاملين للك فالو بيبقوا عايزين يشوفوا حياتك الشخصية الجانب الاخر وانا بمكياج وبفساتين وبتصور لا الصور كمان بتاعتي بتاعتي بتحياتي نعم نورتينا نورين تحياتنا لكل من يتابعنا بمصدر شكرا لحضورك معنا اليوم برنامج